ثلاثون يوما مرت على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لكن طرفاء الاتفاق لم ينفذ منه سوى عودة بعض أعضاء الحكومة إلى عدن حيث يعيشون عزلة تامة في القصر الرئاسي بمعاشيق فيما تظل بقية بنود الاتفاق وملاحقهم مجرد أمنيات تقف في طريقها معسكرات وأسلحة وأجندات متداخلة أغلب الوزراء منعوا من مرافقة معين عبد الملك في رحلة العودة إلى عدن وحتى أولئك الذين سمح لهم بالعودة منعوا من الدوام في مكاتبهم التي لا تزال تحت سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات وبينما يظل الرئيس عبد الرب منصور هادي في الرياض والمسؤولون الحكوميون العائدون إلى عدن محتجزين داخل قصر معاشيق عاد رئيس المجلس الانتقالي من أبو ظبي على طائرة عسكرية إماراتية ليستقبله أتباعه على بصات أحمر ويظهر كما لو أنه رئيس البلاد تحت أعين القوات السعودية الحارسة للاتفاق قوات اللواء الأول حماية رئاسية التي تم الاتفاق على أن تتولى حماية القصر الرئاسي تعرضت لكمائن في طريقها إلى عدن واضطرت للتوقف في بلدة شقرة الساحلية بمحافظة أبيان بعد اشتباكها مع قوة تابعة للمجلس الانتقالي في مديرية أحور وإضافة لذلك عدم سلسل الاغتيالات ليضرب مدينة عدم بقوة فخلال الأيام الماضية من شهر ديسمبر نفذ مجهولون تسع عمليات اغتيال نجحت خمس منها في قتل أربعة كوادر أمنية وشاب خامس فيما فشلت أربع عمليات أخرى استهدفت قاضيا وثلاثة عسكريين الخامس من ديسمبر اليوم الأخير الذي حدده اتفاق الرياض كحد أقصى لتسمية أعضاء حكومة الكفاءات ها هو يمر حتى قبل أن تبدأ المشاورات بشأن تسمية أعضاء هذه الحكومة فيما تعيش مدينة عدن وسكانها أياما إضافية من الخوف والتوتر دون موعد منظور للخلاص من حالة الفوضى التي تلقي بظلالها على باقي مدن البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر